ازايكم النهاردة كنت حابب اتكلم معاكم شوية عن ايه الاسباب اللي بتخلي داكاترا كتير في بداية حياتها تسيب مصر يعني ممكن انت تكون زميل او دكتور لسه متخرج جديد ومحتار مش عارف هل تدي المصر فرصة او تحاول انك تكمل هنا ولا تاخدها من قصرها وتسافر على طول او ممكن انت تكون اصلا مش في المجال الطبي خالص يعني بس مهتم انك تعرف ليه داكاترا اصلا بتمشي وتسيب مصر مبدئيا انا حابب اقول ان مفيش حد اصلا يحب انه يسيب بلده ويتغرب يعني سواء كان بها انجلترا او غيرها هي في الاول وفي الاخر غربة عن اهلك عن بلدك عن صحابك عن المكان اللي انت تربيت ويشت فيه انا اشتغلت في مصر سنة ونصف كنايب جراحة قبل مسافة فتعالوا نتكلم مع بعض كده عن ايه هي الفوايد اللي ممكن تكتسبها لو اشتغلت في مصر لان هي اكيد مش كلها عيوب يعني وايه هي الاسباب او المشاكل اللي خلتني اخد قرار اني امشي اول مشكلة هو ان للأسف احنا ما عندناش ميزانية للصحة في مصر من اول مكاتب الصحة اللي موجودة في القرى لحد اكبر المستشفيات الجامعية للأسف احنا عندنا عجز رهيب جدا في الموارد الطبية مش عايز اقول حاجات بسيطة جدا زي المشرة الجراحي كنا بنخلي العينين احيانا يجيبوها من برا لانها نقصة في المستشفى بعيدا بقى عن المستلزمات الطبية اللي احنا ممكن نجيبها من برا فيه جوه المستشفى نفسها الات جراحية ما عادش ينفع تستخدم طبعا فيه الات كويسة وشغيلة وبنستخدمها بشكل دوري في العمليات لكن فيه حاجات كتير جدا محتاجة انها تتجدد الكلام اللي انا بقوله لكم ده عن مستشفى كبيرة ده بدون التطرق للمستشفيات المركزي اللي ما فيهاش لا مستلزمات ولا الات ولا دكاترة اصلا تاني مشكلة بكل صراحة ان ما فيش دكتور عنده احساس بالامان على نفسه في مقر عمله ثقافة البلطجة والتعدي على الدكاترة تخطت حدود كونها مواقف فردية لدرجة انها اصبحت هي القاعدة دلوقتي بعض البلطجية بيدخلوا المستشفى يعملوا مشكلة كبيرة وزعيق ونمرة كده عشان ايه يوجيبوهم على الحلل معاهم يعني من باب الواجب عشان الدكاترة تهتم بالحالة مع غياب قانون راضع واي نوع من انواع العقوبة اصبح الدكاترة مستبحين في المستشفيات والشاطر بشاطرته اللي يعرف ياخد حق وتبقى رايح المستشفى الصبح عشان تخدم المرضى وتساعد الناس ويمتهي بيك الحال في اخر نبطشية بتضلب اقوالك في محضر عمله فيك واحد بلطجي بعد ما اعتدى عليك في مقر العمل عارفين ايه الاسوأ من كده؟ انكم لو قرأتوا بعض تعليقات الناس على السوشيال ميديا في الحوادث المشابهة اللي انا قلتوا ده هتلاقوا ان النسبة مش قليلة من الناس شمتانين في الدكتور وشايفين انه اكيد كان مأثر واكيد يستاهل اللي حصل انا مش بلوم عليهم للأسف هم شايفين الخدمة الطبية في مصر متدنية وما فيش حد قدامهم يتحمل الملامة دي غير الدكتور ما يعرفوش ان الدكتور اللي قاعد قدامهم ده وما سافرش هو ده العامل الوحيد اللي لسنا ماسك النظام الصحي في مصر من اللي انهيه وبدون حتى وجود اي عائد مجدي فاسمحولي يعني احنا بننفخ في قربة مخروبة تالت مشكلة بالنسبة لي انا شخصيا هو اني مفيش برنامج تدريبي محدد للدكتورة بيتطبق على ارض الواقع تدريب الدكتورة في مصر بشكل اساسي بيعتمد على اجتهادك الشخصي وعلى بيئة العمل اللي انت فيه فلو انت موجود في بيئة عمل كويسة ده هيكون حافز لك انك تكمل لانك معاك ناس بتشجعك وبتعلمك لكن عدم وجود مصار تدريبي وكونك لازم تعتمد على الصفت سكيلز او مهارات التودد للاخرين عشان خاطر تتعلم دي مشكلة لناس كتير يمكن انا ما كانش عندي المشكلة دي قوي لان القسم اللي انا اشتغلت فيه كان فعلا مكان كويس لكن اغلب المستشفيات في مصر للأسف كده وده للأسف من العوامل اللي بتشجع ناس كتير انهم يمشوا اخر سبب بكل شفافية هو ان مفيش مقابل موجدي يوازي عدد المجهود وساعات العمل اللي بنبذيلها في المستشفى مرتب النايب او الطبيب المقيم في مصر هو نكتة بيخة لا يوازي اطلاقا كم المجهود والوقت والنبطشيات اللي بنقضيها في شغلنا ولا حتى يوازي سبع سنين من عمرنا قضناهم بالفعل في كلية الطب عشان نتعلم المهنة دي حياة الطبيب المقيم عبارة عن طحونة من ساعات العمل الغير ادمية لدرجة ان فيه ناس بتنسى حياتها الاجتماعية اصلا هو خلاص ما عادش فيه حياة خارج حدود المستشفى هو بيقعد في المستشفى اكتر ما بيقعد مع اهله بيشوف عينين كل يوم اكتر ما بيشوف يمكن زوجته اللي عايش معاه في البيت الطبيب المقيم في مصر بيبقى ناقصه بس يمسح بالات المستشفى عشان يبقى حقق الصورة الكاملة للعبودية من كام يوم شفت خبر وفاة احد زميلنا الدكتور محمد عثمان ربنا يرحمه يا رب وينزله منازل الشهداء يعني واتمنى انك وكلكم تدعوله انا ما كنتش اعرف دكتور محمد معرفة شخصية يعني لكن فيه اصدقاء مشتركين كتير ما بيني وبينه وكان مكتوب في الخبر انه توفى اثناء تأدية عمله انا مش عايزة استنتك حاجة لاني حتى معرفش الحالة الصحية بتاعت الدكتور محمد الله يرحمه كانت عاملة ايه لكن اللي انا متأكد منه ان الاجهاد وساعات العمل الطويلة ما كانتش رحيمة بيه ربنا يرحمه يا رب واسكنه الجنة واسألكم جميعا ان الدعاء لي انا عارف انه فيديو بيتكلم بشكل اساسي على الجانب السلبي لكن لعله وعسى يعني ابرزنا للجانب السلبي ده واعترفنا به يسعيدنا ان احنا نبدأ ناخد خطوات لتحسينه اكيد في حاجات كتير ايجابية زي ان انت وانت بتتعلم في مصر بتبدأ تاخد هاند سكيلز بالذات في الجراحة من بدري جدا بيه حاجة انا كنت حابب اتكلم عنها يعني يمكن في فيديو مرة اخرى اشوفكم الفيديو اللي جاي